ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم محمدان وزير شؤون الكهرباء والماء وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر العالمي للمرافق 2024 والمنتدى العربي للمياه المنعقدان في أبوظبي وذلك تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بهذه المناسبة أكد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء حرص مملكة البحرين على المشاركة في المؤتمر العالمي للمرافق 2024 والمنتدى العربي للمياه واللدان خصصت لهما جلسة افتتاح واحدة نظرا لأهميتهما حيث يشكلان تجمعا للمختصين والمعنيين لتبادل وجهات النظر وإضافة إلى تعزيز الشراكات ومناقشة الحلول مع الخبراء والمختصين على مستوى العالم لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة يناقش المؤتمر الذي يعد منصة تفاعلية تجمع الوزراء والرؤساء التنفيذيين والخبراء والقادة العالميين في مجال الطاقة يناقش تعزيز الجهود الاستراتيجية بين مختلف الدول والتوجهات المستقبلية لصناعة المرافق والجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون وتحصين التكاليف وزيادة الكفاءة وتعزيز الأداء التجارية